السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لأنني سأشغل في مقرر في رحاب لغة العربية لكن الدرس كذلك يمكن استخدام من سلاميذ المرشد والمفيد في اللغة العربية إذن على بركة الله لنبدأ لكن لا تنسوا مشاركة الفيديو مع الأصدقاء وتجيعنا بزر الاشتراك وزر اللايك من أجل إنزال المزيد والمزيد من الفيديو إذن على بركة الله لنبدأ إذن تلاميذ كيفما تلاحظوا معي الدرس والدرس اللغوي صوغ المثنى وإعرابه عناصر الدرس تعريف المثنى وصوغه إعرابه ما يلحق بالمثنى إذن تلاميذ لحظوا معي الأمثلة التالية هناك ستة أمثلة إذن سأقوم بقراءة الأمثلة وسأمر إلى الشرح إذن قال رسول الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصفحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرق من نسبة المثال الثاني قال رسول صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع ذاعياني فأجب أقربهما بابا من نسبة المثال الثالث جاء في سورة الإسراء الآية 23 وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إذن توقف إلى المثال الثالث أقوم بالشرح ومن بعد أرجع إلى المثال الرابع والخامس والسادس من أجل إتمام الشرح إذا اللحظوا معي كلمة المسلمين أو المسلماني إذا اللحظوا معي الكلمات مسلميني مسلماني إذن هتان الكلمتان مفردهما هو مسلم مسلم إذن مسلم مفرد إذن من أجل صوغي المتنى منه إذن يا إما غدين نقول مسلميني أو مسلماني إذا اللحظوا معي إذن أحرف الزيادة هنا هي الياء والنون وحرف الزيادة هنا هو الألف والنون المكسورة إذن يصاغ المتنى من الإسم المفرد بزيادة الياء والنون المكسورة أو الألف والنون المكسورة إذن أي اسم مفرد يمكن صياغة المتنى منه بزيادة الياء والنون المكسورة أو الألف والنون المكسورة مثلا أعطيكم كمثال مثلا رجل ممكن نقول رجلين أو رجلان بيت ممكن نقول بيتان أو بيتين إذن إذا بتنصغ المفرد من اسم مفرد يجب زيادة يا إما ليا ونون المكسورة أو الألف ونون المكسورة إذن القاعدة المتنى يصاغ بزيادة يا ونون مكسورة أو ألف ونون مكسورة على صورة مفرده ليصبح بعد ذلك ذالا على اثنين أو اثنتين إذن يعني في أمثلة نخدم مثلا الأمثلة التالية إذن تني الكلمات الآتية وركب كل منهما في جملة مفيدة أنا فقط سأقوم بتثني الكلمات والجمل المفيدة سأتركها لكم من اختياركم إذن كلمة رجل هي مفرد أو اسم رجل مفرد سأقوم بتثنيتها إلى المتنى إذن رجل يأما سنزيد عليها الألف والنون فتصبح رجلاني أو نزيد عليها الياء والنون فتصبح رجليني بنت كذلك يأما سأقوم بزيادة الألف والنون المكسورة فتصبح بنتاني أو سأقوم بزيادة الياء والنون المكسورة فتصبح بنتيني كذلك صديق يأما نزيد الألف والنون المكسورة فتصبح صديقاني أو الياء والنون المكسورة فتصبح صديقيني متسامح كذلك ممكن نزيد الألف والنون المكسورة فتصبح متسامحاني أو الياء والنون المكسورة فتصبح متسامحيني إذن القاعدة واضحة يصاغ المتنى بزيادة الياء والنون المكسورة أو الألف والنون المكسورة إذن مثلا قلم ممكن نقول قلمين أو قلمان مجهر مجهران أو مجهرين إذن واضح إذن نمر إلى شروط صوغ المتنى هل جميع الأسماء يتم صوغ المتنى منها؟ إذن صالوا نلاحظ في الأمثلة التالية إذن لاحظوا الأسماء الآتية كتابان رجال من مث جاء الحق فأبط شرا عمر عمر العين الجارية إذن لاحظوا معي كلمة كتابان كتابان إذن كيف جاءت؟ هي أصلا كتابان جاءت متنى إذن هل يمكن صوغ المتنى من كلمة كتابان؟ لا يمكن لأنها هي أصلا متنى إذن الشرط الأول خاص يكون الإسم مفرد ما يكونش متنى لأن هنا مثلا نعطني كتابان نكون أعطاني كتاب ممكن نصغ منها المتنى نقول كتاباني أو كتابين ولكن هنا أعطاني أصلا كتابان متنى إذن لا يمكن صوغ المتنى منها لأنها هي أصلا متنى نحض مثلا كلمة رجال رجال كذلك لا يمكن صوغ المتنى منها لأنها جمع كن مثلا أعطاني رجل ممكن ممكن نقول رجال رجلان أو رجلين ولكن هنا أعطاني كلمة جمع رجال والشرط الأساسي خصي يكون الإسم مفرد ما يكونش متنى ولا يكون جمع مثلا كتاباني رجال لا يمكن صوغ المتنى منهما لأن كتاباني متنى ولأن رجال جمع كذلك رحض معي كلمة كمن ومثا لا يمكن صوغ المتنى منهما لأنهما من الأسماء المبنية واضح رحض معي كذلك الكلمات جاء الحق وثأبط شرا جاء الحق وثأبط شرا لا يمكن كذلك صوغ المثنى منهما لأنهما من الأسماء المركبة تركيبا إسناديا أسماء مركبة الأسماء المركبة لا يمكن صوغ المتنى منهما واضح؟ إذن هناك شروط لصوغ المتنى كذلك لحظوا معي تلاميذ كلمة عمر عمر إذن لحظوا معي عمر وعمر عندهم نفس الحروف ولكن مختلفتان في الوزن عمر وزنها مختلف عن عمر إذن لا يمكن صوغ المتنى منهما لاحظوا كذلك المثال زيد وعلي لا يمكن صوغ المتنى منهما لأنهما مختلفتان في اللفظ كذلك عندما نقرأ في المثال العين الجارية لا يمكن ولا يمكن أن نقول العينان الجاريتان أو العينين الجاريتين لأن هما مختلفتان في المعنى واضح؟ مثلا العين يعني معناها مختلف عن الجارية إذن يشترط في الإسم المراضي تتنيته إذن هناك شروط من أجل تتنية الإسم أو الحاجة أن يكون مفردا فلا يمكن تتنية إسم متنى أو جمع واضح مثلا كتابان رجلان لا يمكن تتنيتهما لأنهما أصلا متنى وجمع إذن يعني الشرط الأساسي أن يكون الإسم مفردا الشرط الثاني أن يكون معربا فلا يكون مبنيا مثلا كمتى أين إذن لا يمكن يعني تتنية الأسماء المبنية أن يكون الإسم غير مركب مثلا كتأبط شرا لا يمكن تتنيتها والشرط الرابع لا مماثل في لفظه ووزنه ومعنى إذن مثلا كلمة العين الجارية فلا يمكن تتنيتها لأن العين لها معنا مختلف عن الجارية إذن هذه هي شروط تتنية الإسم إذن يشترط في الإسم المراضي تتنيته أن يكون مفردا معربا غير مركب له مماثل في لفظه ووزنه ومعنى نمتمنى تكون فهمت شروط لإسم المراد تتنيته نمشي دابل الإعراب إذن لاحظوا معايا في المثال الثالث لاحظوا معايا المثال الثالث جاء في صورة الإسراء الآية 23 وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إذن لاحظوا معايا إذن إحنا في الإعراب وبالوالدين إحسانا لاحظوا معايا الباء حرف الجر الوالدين إسم مجرور مجرور بأش بلياء إذن الإسم هنا المتنى يجر بلياء هنا مجرور بلياء واضح؟ ولاحظوا معي المثال الثاني إذن اجتمع داعيان إذن اجتمع داعيان هنا جاء فاعل ومرفوع بالألف إذن الإسم المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بلياء المفتوح ما قبلها الإسم المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بلياء المفتوح ما قبلها إذن نمشي التطبيقات الكتابية أو التطبيق المتواجد في صفحة خمسة عشر من أجل فهم الدرس جيدا إذن تني ما يجوز تثنيته من الأسماء التالية سؤال الأول تني ما يجوز تثنيته من الأسماء الآتية إذن جدار ممكن تثنيتها لأنها اسم مفرد وجمعها هو الجدران إذن جدار ممكن تثنيتها فنقول جداران أو جدارين كذلك نافدة نافذتان أو نافذتين حيوان حيوانان حيوانين جالس جالسين جالسان لاعب لاعبان لاعبين نخلة نخلثان نخلثين غزال غزالان غزالين صورة صورثان صورتين قلم قلمان قلمين تأبط شرا لا يمكن صوغها لأنها من الأسماء المركبة تتكون من كلمتين تأبط و شرا فلا يمكن صوغ المتنى منها سبويه كذلك لا يمكن زيادة أو تتنيتها لأنها من الأسماء المختلفة في اللفظ الرامي الراميان أو الراميين خطاب خطابان خطابين أين لا يمكن صوغ المتنى منها لأنها من الأسماء المبنية يعني لا يمكن صياغة المتنى منها إذن سؤال ثاني حول الجملة الآتية إلى المفرد إن المؤمنين الصادقين يعملان على نشر قيم الخير والثسامح إذن لنحولها إلى المفرد المؤمنين مفردها هي المؤمن الصادقين الصادق يعملان يعمل إذن إن المؤمن الصادقة يعمل على نشر قيم الخير والتسامح إن المؤمن الصادقة يعمل على نشر قيم الخير والتسامح إذن سؤال ثالث ميز فيما يأتي بين المثنى والملحق بالمثنى إذن ما معنى الملحق بالمثنى يعني يلحق بالمثنى في إعرابه ما جاء على صورة المثنى وليس له مفرد مثل اثنين اثنتين وكل وكلتا وإذا أضيف سائل الضمير إذن نحضر الجملة الأولى حضر الصحابيان خطبة الوداعي إذن المثنى هما هنا هو الصحابيان الصحابيان هل هو متنى أو ملحق بالمثنى هو متنى إذن حضر الصحابيان المتنى وهو متنى ليس ملحقا بالمتنى إذن بشر الرسولان المؤمنين بالجنة إذن بشر فعل ماضي مبني على الفتح الرسولان إذن فاعل مرفوع بالألف كما قلت لكم يرفع المتنى بالألف وينصب ويجر بالياء إذن مرفوع بالألف لأنه متنى وهنا الرسولان هما هو المتنى مرفوع بالألف وليس ملحقا بالمتنى إذن فهمت كلتا النصيحتين إذن كلتا ملحق بالمتنى وليس متنى رثلت القارئة رتل القارئة القارئاني كلاهما القرآن إذن رتل فعل ماضي مبني على الفتح القارئاني فاعل مرفوع بالألف لأنه متنى هذا هو المتنى كلاهما إذن هو الملحق بالمتنى واضح إذن نمشي الإعراب أعرب ما يأتي قرأت الكتابين كليهما إذن قرأت شرحت كلا الحديثين إذن أتمم الإعراب لأنه الفيديو طويل جدا إذن نتمنى الفيديو كنا الإعجاب ديالكم ما تنسوش كما قلت لكم مشاركة الفيديو وتجعنا بزر الاشتراك من أجل إتمام مقرر في رحاب اللغة العربية